السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية لكل متابعي الكرام وكل من التحق بنا مؤخرا اذا اخواني اخواتي اليوم سنشوف سبب الحقيقي وراء هذه الحرب الباردة الفرنسية الموجهة لكل ما هو مغربي كذلك سنشوف جزائريون يدوسون على صورة صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله تحت حماية الشرطة الفرنسية فابقوا معي الاخوان شوفوا التفاصيل لهذا المواضيع دائما كنتمنى منكم انكم تدعموا هذه القناة بالضغط على الزر اعجاب كذلك دعمونا بالبرتاج والاشتراك وهذا فضلا منكم وليس امران ايمان تحت الشعار الله الوطن الملك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عزاء للحقيدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالبه الا الله اعلى بركة الله ندخلو حلقتنا لليوم اخواني اخواتي مجموعة دول احرار الجزائريين خارجين في وقفة احتجاجية في باريس تنديدا على القمع دول النظام العسكري الجزائري ادبهم كيدخلو عليهم ختمين دول كابرانات بغني شوشو على هاد الوقفة الاحتجاجية وهزي صورة ديال صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله الامبراطور صاحب الجلالة محمد السادس اللي لا علاقة لهم بهم في تصرف مشينا جدا لا اخلاقي وقاوكي يزيطمو على الصورة ديال صاحب الجلالة بالارجل والغريب في الامر ان الشرطة الفرنسية وقفة لا تتحرك هاد شي اندال كيدل علمي قياس الحقد والحقد والكراهية لاجل نجاح المملكة المغربية الشريفة لذلك هاد البشر كيبردع لقلبهم الخابتة لاننا بكل بساطة لا تهزنا افعلهم الخابتة والغريبة الاحرار خرجوا قالوا لقامع ديال الاسكر قالوا لا للحكم الاسكر قالوا نريد حكومة مدنية امر عادي ولكن لي ماشي عادي هو ان هاد الدولة دولة التوابير تهبط مجموعة ديال مرتزقة لمضايقة هاد الاحرار الجزائريين هاد نظام الخابت هز مجموعة ديال صور ديال الجزائريين للمعارضين وحطهم مع صورة صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله كما كتشوفه في الصورة وقالوا بلي هادو او هاد المعارضين هما عملاء المخزن اما علاقة المخزن بهاد الشيء انهم يجوب واحد صورة ديال صاحب الجلالة واخواني اخواتي من اعتذر ما غديش مبرتجوه معاكم الفيديو ديال صورة ديال الملك وهي تندس بالاقدم في الشارع وتحت حماية الشرطة الفرنسية احتراما لوجه صاحب الجلالة محمد السادس احتراما لما كانت الملك ديالنا حفظه الله احتراما لشعور المغربة فهاد الناس يفهمون غير شنو دلهم الملك ديالنا دائما في خطاباته كيمدلهم اليد دائما كيوعدهم ان الله شر يجيهم بالمملكة المغربية الشريفة في المقابل الى جينا نشوفوا الجزائر ويشوفوا علاج احنا يحقدين على النظام ديالهم لانهم 45 سنة وهما كيدعموا المرتزقة لتقسيم بلدنا الحبيب ترضو لنا المغربة في يوم عيد الاضحى ولحوهم في الحدود قطعوا الغاز الى المغرب من اجل تفقير الشعب المغربي يعني قطع الغاز لا علاقة لها بالنظام المغربي بل عنده علاقة بالشعب المغربي كيدعموا المرتزقة بالفلوس وكيصفتوهم يديروا عملية ارهاب داخل المملكة المغربية ولكن ولله الحمد ما قدروا يحققوا حتى حاجة وبنسبة لي غدا يخرج ويقول راه قطعوا العلاقات مع المغرب لان تطبع السيدين ماشي سوقكم هذا شأن داخلي ونحن من لدينا الحق اننا نعرضوا او نقبلوا التطبيع مع اسرائيل في حين انكم كيت عبد السيسي وحكام ديالامارات والسودان وتركيا وهما مطبعين مع اسرائيل هذه العلاقات المغربية الاسرائيلية هي اللي خلت سواء دولة العميقة الفرنسية او دولة الكابرانات يبقى وبلع الناس اليوم تكشف السبب الحقيقي وراء هاد الحرب الباردة الفرنسية الموجهة لكل ما هو مغربي اليوم قنبولة فجرتها صحيفة البيس الاسبانيا واللي كشفت الخوف الفرنسي من المغرب اليوم فرنسا اليوم مرعوبة لدرجة انها قالت وقف التعاون العسكري والامني والاستخباراتي للمغرب مع اسرائيل مقابل عودة العلاقة الدبلوماسية مع الجزائر هاد الشي جاء في جريدة البيس الاسبانيا بحيث وزيرة الخارجية كاترينا كولونا في هاد الزيارة الاخيرة قال لك اقترحات على صنع القرار بالمملكة المغربية الشريفة في محادثات غير معلنة خلال زيارتها للمغرب يلغى التعاون الامني والاستخباراتي والعسكري مقابل تطبيع كامل للعلاقات مع دولة الموز وقال لك سيدنا فرنسا تشترط على المغرب أن يحصر علاقته مع اسرائيل في مجالة سياسية والاقتصادية سيما التبادل التجاري وقال لك سيدنا فرنسا تكرم على المملكة المغربية وغادي تكون وسيطة بين المغرب ودولة الموز هاد الوسطة اللي قال لك غادي تبدأ بمجرد انهاء العلاقات مع اسرائيل يعني العلاقات العسكرية واللي كتربط المملكة المغربية بتل ابيب والاكثر من ذلك قال لك باللي كان ضمانة جزائرية لهاد القاضية هاد شي اللي كشفت عليه الصحيفة الاسبانيا كتبين على مدى الرعب اللي وصلات به الدولة العميقة من كل ما هو مغربي فرنسا اليوم تعي جيدا ان مغرب اليوم ليس هو مغرب الامس والاكثر من ذلك عرفت بلي المملكة المغربية الشريفة اصبحت دولة اقليمية صعيدة في المنطقة وبالتالي فرنسا متأكدة من نهايتها المحسومة في افريقيا وكذلك المغرب غادي يكون هو السبب لوضح حد البلطجية دي الفرنسا فالسؤال متروح شنو غادي احنا نربحو من علاقتنا مع دولة الطوابير شنو غادي نستفدو احنا كدولة مغربية من دولة الموز على المستوى سواء العسكري او الامني او التكنولوجي شنو غادي نستفدو احنا باش نغامرو بعلاقتنا مع اسرائيل لعمرها طولت على اراضينا ولا على شعبنا واش اسرائيل هي لخمسة واربعين سنوه هي كتتدعم المرتزقة دي البوليزاريو لتقسيم المملكة المغربية الشريفة واش اسرائيل لطالما اهددت وهاجمت المملكة المغربية الشريفة في امنها القومي وسيادتها بالفعل الله ففرنسا اليوم يعني الدولة العميقة مازال مغيبة في حقبة اللي كانت كاتمارس عليها استعمارها على العالم كاتمارس البلطجية ديها على العالم اليوم يا فرنسا لقد تعرفي ان اليوم العالم تغير العقلية تغيرت بقى تغير العقلية الفرنسية ما زال في مكانها نبغيش تغير المغرب ليس محمية تابعة لأي دولة وهو حر في قرارته وفي خيارته المملكة المغربية الشريفة تحدد خياراتها الاستراتيجية حتى تدرس جيدا جيدا مصالح المغرب العليا اكيد المغرب لن يرضخ لهذه الحركات الدنيئة كما ان المغرب دولة دات سيادة دولة عندها كلمتها مش بحل دولة الموز مش بحل دولة الكابرانات ليكون اليوم كيخرجوا قرارات هاليوم يقطعوا العلاقات ويقلسوا يومين ويرجعوا العلاقات اليوم يسحبوا السفير ويقلسوا يومين ويردوا السفير فالمملكة المغربية الشريفة مش بحل هكويين هي مملكة عريقة مملكة مغربية شريفة إمبراطوريا مغربية الآن مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم وليس هو مغرب الغد مغرب اليوم مقبل أن يستقبل قاعدة أسكري أمريكية مغرب اليوم ينسج اتفاقية متطورة مغرب اليوم يدخل في شراكة استراتيجية مع مجموعة من القوى العالمية ماريبيوم لديه حلف عربي خاليجي يسند ويدعمه في كل قضايا المصرية لدينا الحق أن نحلم لدينا الحق أن نخرج من عباءة فورنسا لدينا الحق أن نفتخر بثقافتنا لدينا الحق أن نفتخر بحضارتنا لدينا الحق أن نقف مع الدول الند للند لدينا الحق أن ندافع عن قضايانا الوطنية ووحدة أراضينا فلدينا الحق أن نرد إعلاميا وتقافيا وفكريا وفي النهاية سنردد كلام صاحب الجلالة نؤكد أن النصر نواصل مصارنا حب من أحب كره من كره رغم ينزعج الأعداء وحز الحاقدين فالمجد والخلط لمملكتنا المغربية الشريفة فوطن لا ندفع عنه لا نستحق النعيش فيه فإما أن نكون أمة كاملة السيادة أو نموت ونحن نحاول سننصر الله والله ينصرنا فلا غالب إلا هو مدى محب الله وحب الوطن يجمعنا